سيد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيد السفير أهلا وسهلا بحضرتك في البداية عايز أخذ من حضرتك إيريتك لكلمة الرئيس عمفتاح السيسي الأول النهار يعني وكالعادة الرئيس حقا بيعمل كلمة تشمل كل الأسئلة التي تصله بطريق مباشر أو غير مباشر فبطعب بتلاحظ أنه بيديب على الأسئلة أنت كنت تسألها وربما لم توجهها للرئيس والبعض يجد أنه وجه أسلة وبيجد على الأرض لأنه طبعا بيفحص الساحة المصرية ومشاغلها ومشاكلها ويرد على الشباب لأن الشباب علينا وجد كدير جدا له لأن شبابنا قلق من كثرة ما إحنا بنشكو أو بنحاول نعكس مشاكلنا عليه بيقلع على مستقبله هل المستقبل في مصر أم يهاجر ويترك هذه الساحة ما هو الموقف القادم وعلى فكرة ده مش سؤال الشباب فقط أي من يفكر في الاستثمار سواء كان مصري أو أجنبي مش حيبتدي يغامر بالاستثمار ما لم يطمئن على مستقبل هذا البلد ومستقبل هذا البلد هو هذا الشباب وهذا المؤتمر ويعني المشاركة الواسعة مهمة جدا وأنا أتمنى أن هذا ما يكون قاصر على إسهام الرئيس وأن ما ممكن كل مسؤول في محافظته أن يكرر هذه اللقاءات إيه المانع أن السادة المحافظين أو كبار القومي في كل مدينة أن يلتقوا في المدارس الكبرى يعني أنا كنت دايما حلم حياتي أن نروح لمدرستي في دمياط وهي مدرسة ضخمة جدا وأنا ألتقي عملناه يمكن مرة أو اتنين في العبر لأ لازم تتكرر دي حتى يحدث عملية التواصل بين الأجيال أن ننقل خبرة الكبار للشباب أن الشاب يجد أن الدنيا مفتوحة قدامه لأن الجزء من النجاح في العمل والعمل الاقتصادي تحديدا هو موضوع الأمل بل أن دايما استطلعات اللي بتقدر يعني مدى تقدم الدولة في النمو الاقتصادي هو توقعات المستقبل